بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا وأمنا وأميرتنا أميرة الجنة فاطمة عليها السلام نسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا في هذه الأيام لخدمتها إن شاء الله تعالى روي عن آية الله الشيخ محمد علي ألهم داني قدست روحه الزكية قال من توضأ وتوجه للقبلة في خلوة عن الناس أي أنك تجلس في مكان لوحدك لا يدخل عليك أحد ولا يقاطعك أحد ولا يشغلك أحد وتقرأ صورة ياسين المباركة وعندما تصل إلى قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم وتكررها سبعين مرة ثم تطلب من الله حاجتك ثم تكمل قراءة السورة فإن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك قطعا إن شاء الله تعالى وهذا الحرز مجرب جدا جدا كما يقول وأعطاه لكثير من الناس فرأوه نافعا جدا في قضاء الحوائج فجرب ولا تشك الطريقة بسيطة جدا وعليك أن تكون في مكان لوحدك قدر الإمكان لا يقاطعك أحد وتوجه القلب عندما تقرؤونه دائما هو مسألة البكاء حضور القلب البكاء لأن الإنسان عندما يبكي ينقطع عن العالم الخارجي إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والبكاء هو علامة الإذن من الله سبحانه وتعالى بأنك ادعو تفضل الآن وادعو اسأل ما شئت برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام